لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صافح يوماً إذ فارك يا مرحباً بكم حبيبنا يسعد وقتكم إن شاء الله تكونوا بخير وشكراً لك كل المتابعين من الوطن العربي وكل العالم على دعم لهاي القناة المجتمعي اللي كتير بحبه وبحب دايماً أجتمع معكم فيه هذا الفيديو يمكن يزعج الأخرين وممكن يعني يبسط البعض منكم يلي مهتم بالجودة والسلامة للعطرات الموجودة بالعالم العربي اليوم وصلني عيني بتوصل بهذه الطريقة ما رح أقلوب على موضوع يعني الديتيلز الموجود هون هيك كيف بيكون ولكن توصل بهذه الطريقة وبيكون بقلبها استيريوبور هيك حبيبات البيضة لحتى تحميها وهيك هاي العينات يلي وصلتني إذا شايفينها هيك طبعاً من خلال العينة يبدو أنه الشركة يعني تشتغل بطريقة شركة جديدة ولكن طلب مني أنه يعني أنصح فيها بالقناة عندي ولكن تواصلت مع الأستاذ المسؤول عن الموضوع وقلت له أنه أنا أتمنى أنه أنا أحصل على عينات حتى أختبر يعني جودة المواد الموجودة عندكم وأقدر ساعة أنصح للأخوة يلي عم يسألوا عن موضوع الزيوت العطرية والإنتاج ومن وين بيحصلوا على الرو ماتيريال فيعني حبيت أنه أول شي شوف الجودة الموجودة فإذا كانت هاي الشركة من الشركات يعني اللي كويسة وبعتقد يعني أنه هيك فإن شاء الله رح أنصح الأخوة فيها أو نلاقي طريقة كيف ممكن نتعامل مع بعضنا فيها للأخوة اللي بيقولوا أنه أنه أنت عم تعمل دعيات للشركات العربية للأسف أنه أنا يعني يمكن عشان ما دايق أحدا كتير ولكن الشركات العربية عندي صورة بدماغي تجاهها ما كتير حلوة صورة يعني نوعا ما قاتمة حتى بموضوع الناس اللي عم تسوق أو تشتغل بالمبيعات الموجودة عندي الشركات العربية للأسف ما قدرت أنه أتواصل حتى مع حدا منهم وأنتوا بتعرفوا مرة كنت بباريس ومرأت على أحد الشركات العربية المشهورة وما قدرت أنه أتواصل حتى مع المسؤول عن المبيعات أو عن الفرع الموجود هناك كمان بتركيا نفس الشيء وبعدة أماكن للأخوة اللي بيقولوا دائما أنا رشيت هذا العطر ولكن يعني جوته سيئة جدا جدا وهو عطر من العطرات العربية أو المنتج بالعالم العربي هون نقطة كتير صغيرة العطور التي تنتج بالعالم العربي مختلفة تماما عن العطور التي تنتج بأوروبا وأنا كشخص يعني عندي شركة منتجة وعندي منتجات صارت الحمد لله رب العالمين لحتى تنتج عطر وترخصه ليباع في السوق الأوروبية كتير موضوع شاق ومكلف وبيفحصوا فيه كتير وبياخدوا وقت وحتى تقدر أصلا أنك تتعامل حتى على موضوع الشحن إذا بدك تتعامل مع شركات للشحن بيسألوك على الاس دي اس يعني السيفتي داتا شيت وبيسألوك على السي بي اس آر لحتى ينبع في السوق الأوروبية وبيسألوك على البورتال واوا أمور كتير كبيرة يعني أنا أتمنى أنه أنا أحكي لكم أكتر ووسع أكتر ولكن لأصر الفيديو ما تزهق وتملوا يعني أصلا هو الفيديو أحيان خمس دايب يكون بلاقي ناس يعني عم تتجر منه فالعطور يلي عم توصل للعالم العربي دائما الشركات المنتجة للرو ماتيريا اللي بتسألك وين بدك توجه الفيديو تبعك قديش المبلغ اللي بدك تشتغل عليه فالسوق العربية عندنا فيه أسوق ما بتحمل بيروح يعني المستورد بيطلب زيوت مثلا درجة ثالثة أو بينخلط أكتر أو بينتخفف بطريقة معينة أو بينشغل بمواد بنفس الرائحة ولكن جودتها كاروما كيميكال ما كتير قوية أو مقيادة أكتر وهون بتكون المشكلة والطعم الكبرى أنا بوجهة نظري العطور التي تنتج بالوطن العربي حتى لو كانت الشركة نفسها عم تنتج بأوروبا ولكن ما ينتج بأوروبا مختلف تماما كجودة ومعيار للسلامة عم ما ينتج بالوطن العربي أرجو من الشركات العربية إذا كان عندها قول آخر تطلع وتحكي وهي القناة من القنوات الحمد لله رب العالمين الموسوقة ويعني ما تعودتوا عليه أنه أنا أجذب عليكم ولا يكون هدفي لا دعائي ولا إثارة فوضى ولا بلبلة ما ذكرت حدا من الشركات ولكن الشركات اللي عندها قول آخر أتمنى تطلع وتقول أو حتى بيحبوا أعمل معهم مقابلة لحتى يشرحوا الموضوع بطريقة تقنية كمحترفين موجودين ومنتجين بالسوق أتمنى ذلك كمان من الأخوة يلي كمان موجودين بالعالم العربي وعم يتابعوني وعم يستهلكوا العطرات المنتجة بالعالم العربي أتمنى أيضا أنه توسطوا هذا الفيديو أو توسطوا صوتي للمسؤولين عن مراقبة الجودة والسلامة لإنتاج العطور أو حتى للشركات لحتى نقدر نعمل معهم لقاء أو مقابلة يشرحوا فيها لهالجمهور أو لهالمستهلكين كيف عم يتم إنتاج العطور ونطرح عدة أسئلة عليهم مثلهم مثل أي جهات أخرى وأنتوا بتشوفوا يعني للأسف هذا الكلام ما موجود عندنا أصلا ببلادنا ليه؟ موجود بالعالم الغربي مقابلات مع البرفيومر مع المنتجين مع المصنعين ليه ما موجود هذا الكلام ببلادنا وإن شاء الله ممكن يساوي كمان لقاء مع يعني مسؤول عن التسويق أو المبيعات بهاي الشركة شخص كتير يعني خلوق ومؤدب ممكن نعمل معه مقابلة ونحكي فيها عن موضوع الإنتاج هيك يلي قدرت أنه أنا أحكيه أتمنى أتمنى توصلوا هذا الفيديو أو توصلوا هذا الموضوع للأشخاص المعنيين لحتى كل حدا منكم ينشروا منكم أنتو كمان مستهلكين المواطن العربي لا يقل أهمية وغلى على نفسه وعلى الآخرين القريبين عليه من المواطن الأوروبي أو الأمريكي يعني حتى بموضوع العطر بدنا نحس حالنا أنه نحن درجة ثالثة محبتي لألكم كونوا بخير بأمان الله